وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة نادي الزمالك النهاردة أعلنت الوزارة أن هي أول ما تلقت الاستقالات سواء من مجلس الإدارة أو من الأعضاء التنفيذيين بدأت التحرك فيما هو تالي والتالي ده أنه هو تبدأ وفق الإجراءات القانونية في أن هي تشتغل على تعيين غيرهم وقالت قامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة باعتبارها الجهة الإدارية دحالا المختصة بإصدار قرار يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي وبيانهم كالتالي السيد اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي مديرا تنفيذيا السيد أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا السيد أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي وذلك لتسيير شؤون النادي خلال الأيام المقبلة في ضوء اللوائح والنظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن تاني بقى الأسماء كده مع بعض لأن الأسماء السلاسة هي اللي بتشكل تبقى للائحة نادي الزمالك الاسترشادية اللجنة اللي بتدير الزمالك لحين إجراء الانتخابات وذي الأسماء اللي هتعلن قدام الجماعية العمومية عقد جمعية عمومية من ضمن بنودها إجراء انتخابات لمجلس منتخب لمدة أربع سنوات قادمة واحد اللواء حسن موسى عبد الكافي مديرا تنفيديا يعني ده تقريبا ممكن تصفه برئيس اللجنة السيد أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا السيد أيمن عبد المنعم أبو السريع مديرا للنشاط الرياضي طبعا أنا بحي وزارة الشباب برياضة أن تحركتها جاءت بهذه السرعة لأنه أنا بشوف أن كل يوم كان هيعدي والزمالك فيه كده كان التوتر هيزيد واللي طلب الوزارة منه من الناس أن هي الدقة وعدم استقدام أي معلومات إلا من جانب المكتب الإعلامي للوزارة ما كانش الناس هتشتغل عليها إلا لو جات سرعة في الخطوات فده إيجابي جدا أن يكون فيه لجنة على الأقل معروفة أنها اللي بتديري الزمالك دلوقتي وده بيدي جزءا جيدا من الاستقرار لحين الاستقرار الكامل اللي هيجي بانتخاب مجلس إدارة في خلال الأشهر القليلة المقبلة واللي قد تجد أن أول قرارات هذه اللجنة السلاثية المعلنة منذ قليل هي عقد الجمعية العمومية اللي من ضمنها إجراء انتخابات لمجلس إدارة كامل ترجمة نانسي قنقر